شاركت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلا مكرم في لقاء موسع بين عشرة من شباب رواد الأعمال الأفارقة وعدد من رواد الأعمال المصريين وذلك بحضور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة الدكتورة غادة والي خلال اللقاء الذي نظمه مركز لاجتوم التابع لجامعة MIT الأمريكية استعرض رواد الأعمال الأفارقة نتائج زيارتهم لمصر التي استمرت لمدة أسبوع ولقاءاتهم مع عدد من رجال الأعمال والمسؤولين المصريين وما أصفرت عنه هذه اللقاءات من إبرام عدد من الصفقات وبدي إجراءات فتح عدد منهم لمشروعات في مصر إضافة إلى شراكات مع رواد أعمال المصريين كما استعرض رواد الأعمال المصريون نتائج الإجتماعات التي تمت مع الوفد الأفريقي وسبل التعاون الثنائي بينهما